استعن بمغناجات ربك ولا تعجز وقل اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا بعين جمالك فتغسل قلوء عقولنا وبواطننا من سوء الأفكار وأن تقسم لنا من لطيف أنسك ما تنق به أفئدتنا من أشباح المخاوف والأخطار وأن تفتح علينا بالبساطة جنة البسط والتمأنينة واللطف والحنان كاملة الأنوار يا لطيفا لم تزل ردنا بما نزل واحفظ قلوبنا من الوجل بأنك معنا لم تزل هذا الدعاء اجعله دعاء في حياتك ومن أهم الأشياء التي فيها تكون قويا أن الديمومة والاستمرار على عمل الخير والعمران والترقي أهم علامة من علامات القوة الاستقامة والاستمرار لا تتوقف عن عمل بدأته حاول أن تتمم الأعمال لأن تمام الأعمال يريح البال ويفتح علي رؤية تدبير الله حياتي بالجمال استمر وما تقفش استعين بالله واستمر ولازم عشان أنا أكون فعلا مستعين بالله أضيف لحياتي كل يوم معنى يؤكد أنني مع الله خدمة للناس إضافة في حياتي كل ما أنا أعمل كده كل ما أكون بستثمر نعم الله سبحانه وتعالى وساعتها أكون مع الله وتذكر دايما الدعاء اللي احنا قلناه الدعاء اللي فيه تلك المنجاة اللي بننجي فيها ربنا سبحانه وتعالى ونقول له يا مولانا وهو هذا الدعاء الذي نريد منه سبحانه وتعالى أن يغسل قلوبنا وعقولنا من كل ما يسودها فنقول لمولانا اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا بعين جمالك فتخسر قلوبنا وعقولنا وبواطننا من سوء الأفكار وأن تقسم لنا من لطيف أنسك ما تنقي به أفئدتنا من أشباح المخاوف والأخطار وأن تفتح علينا بالبساطة جنة البسط والطمأنينة واللطف والحنان كاملة الأنوار يا لطيفا لم تزل ردنا بما نزل واحفظ قلوبنا من الوجل بأنك معنا لم تزل يا رب العالمين أكرنا على الدوام بأن نستقوي بنظرك إلينا وبمددك النازل علينا فاجعلنا في كنفك وفي حصنك وفي الاستقواء بأنوارك وبركتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من أهل السبات في كل وقت وحين ترجمة نانسي قنقر